السيد الحضور يمتد الإطار الزامني لتنفيذ الاستواجدية لمدة خمس سنوات وتشمل أربع محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص زويل القدرات الخاصة والشباب وكبار السن ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان إن الاستراتيجية تهدف إلى إحراس تقدم على صعيد هذه المصارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي سيدات والسادة إن حقوق الإنسان تشمل قيما عالمية متكاملة ومترابطة ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبذات القدر من التركيز ولا يعني هذا بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغادي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية فما هو سائغ أو سائد من مفاهيم ثقافية أو اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون مقبولاً في مجتمعات أخرى بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنوع واحترامهما قيمة مضافة وتفعيلاً لحقوق الإنسان فضلاً عن إن ما تستوجبه متطلبات سون الأمن القومي أو النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الأخرى ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب وثقافة مجتمعها وتحمي شعبها ولا يسورنا شك في أن النهود بأضاء حقوق الإنسان عملية متواصلة وتراكمية تبدأ بالتزام مؤسسات الدولة بواجبها حيال مواطنيها إعلاءً لخرامتهم وصوناً لحقوقهم ومن ثم أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع ولدي زوال حقوق أو أصحاب الواجبات فهم في حقيقة الأمر ذات واحدة فكل مواطن صاحب حق ومسؤول عن واجبات كما تتطلب تعزيز أليات الانتصاف وجبر الدرر على المستوى الوطني إن لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص نثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية للرعاية والنهود بكل ما من شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق إزدهاره ويصول مصالحه على المضي بخطة جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي سياسة الحكومة وهدفها الذي يدعمه قضاء مستقل نثق في نزاهته يعمل ضامنا لسيادة القانون وصون الحقوق وبجهود حكومة لا تتدخر وسعا لخدمة المواطن وضوان المحاسبة على المساس بحقوقه وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني ووطني نشط وواعي هذا وسوف تطلع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجتها سعيا للوصول إلى النتائج المستهدفة وذلك من خلال العمل الوطني المنصق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تمييز وفقنا الله جميعا لما فيه خير وتقدم شعب مصر العظيم والسلام عليكم ورحمة الله